الله أكبر الله أكبر في عام 1960 ألقى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة خطاباً انتقد فيه فريضة الصيام معتبراً أن الصوم في رمضان يعطل الإنتاج وتقدم الدول ودعا فيه الشعب التونسي إلى الإفطار في رمضان تونس البلاد الإسلامية تعاني درجة من الانحطاط تجلب لها العار في نظر العالم ولا سبيل لأن ترفع هذه المعرة عن جبينها إلا بالعمل الدائب المتواصل والشغل المثمر المجدي ولذلك فإنه لا يمكن أن يعرقل جهادها أو يعطله فرض الصوم فالصوم يحط من إمكانيات الفرض ويجعله لا يقوى على واجب هو ليس واجباً شخصياً بل واجب نحو أمته ونحو دينه ولم يكتفي بذلك برقيبة بل قام بتطبيق ذلك عملياً في رمضان من نفس العام وشرب كأساً من العصير في نهار رمضان ليشجع الشعب التونسي على الإفطار وهو ما كان ليسبب فتنة كبيرة لولا أن قيض الله لوأد هذه الفتنة الشيخ محمد الطاهر ابن عشور لا أعلم سرة عنّتك يا فضيلة الشيخ محمد دورك الوطني يحتم عليك الوقوف إلى جوار رئيسنا المحبوب برقيبة فهل تريد أن تضع نفسك محل الشبهات وتظهر وكأنك تعطل مسيرة الإنتاج والتطور والنهضة في تونس دور أهل العلم أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه وهناك من مشايخ الدولة من وافق الرئيس فما يغنيكم رأيي في هذه المسألة يا هذا؟ فضيلتكم رمز من رموز تونس بل الأمة الإسلامية بأسرها وتأثير كلامك ربما يفوق تأثير كلام السيد الرئيس نفسه حسناً إن كان الأمر هكذا فلا مناصة من أن أقوم بدوري وأخرج إلى الناس ولعل الله يشرح صدري ويحلل عقدة من لساني فيفقه قولي معذرة لم أفهم لا عليك غداً سيتبين لك كل شيء بأمر الله وفي اليوم التالي خرج شيخ محمد الطاهر بن عشور ليقول رأيه في المسألة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأيها المسلمون اعلموا أن الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي أمر محرم شرعاً وأن إنكار فريضة الصيام هو بمثابة إنكار معلوم من الدين بالضرورة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة فعاد برقيبة عما دعا إليه وسقطت دعوته ضد فريضة الصيام إلا أنه أحال الشيخ الطاهر بن عشور إلى التقاعد من منصبه عميداً للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ثم قام برقيبة بعد ذلك بإغلاق جامعة الزيتونة التي وضع أساسها القائد الإسلامي البارز حسان بن نعمان في عام تسعة وسبعين هجرياً يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون